كان ذلك في العام 2009 بعد سنوات من الجفاء اللبناني الرسمي مع سوريا رئيس الحكومة أنذاك واليوم سعد الحريري ضيفا في قصر تشرين الرئاسي برودة الجو الإقليمي حين ذاك سمحت بمثل هذه الزيارة رغم ما كانه الحريري من اتهامات لدمشق باغتيال والده الراحل رفيق الحريري عام 2005 وبالعكس فأن سخونة الجو الإقليمي اليوم بين الرياضي ودمشق لا تمنع الحريري من زيارة دمشق فحسب بل من مجرد فتح باب التنسيق رسميا مع الحكومة السورية في ملفات متداخلة بين البلدين كهذه الجرود بين القلمون السوري وسلسلة الجبال الشرقية اللبنانية قرار الحريري بتفويد الجيش اللبناني بالقيام بعملية عسكرية مدروسة كما وصفها في جرود عرسال يتناقض مع امتناع تياره السياسي عن التنسيق مع الدولة السورية الميدان العسكري يقول ذلك التاريخ والاقتصاد والجغرافيا بطبيعة الحال كساد مواسم الفاكهة اللبنانية وبقاؤها لأشهر طويلة عالقة عند الحدود في كل سنة سببه غياب التنسيق الرسمي بين لبنان وسوريا هكذا يقول المزارعون بكل حسرة ويقولون انهم ملوا من الوساطات السياسية كل عام لتصريف محاصيلهم بدلا من ان تكون الامور من دولة الى دولة بما يمنع كساد المواسم في الاعوام الثلاثة الاخيرة ثبت الجيش اللبناني قواته في جزء من المنطقة الحدودية هجم حينا وصد هجمات المسلحين احيانا واليوم كما الامس تفرض وقائع ميدانية التنسيق مع الجيش السوري لكسر شوكة جبهة النصرى وتنظيم داعش في الجرود الحدودية اول هذه المعطيات تداخل الجغرافيا اللبنانية السورية ثانيها حاجة الجيش اللبناني الى القصف الجوي السوري لدفاعات المسلحين في منطقة جردية وعرة هنا يظهر التناقض بين رفض التنسيق مع الدولة السورية سياسيا وحتميته ميدانيا وعند الحدود اللبنانية السورية تفوز حتمية التنسيق على رفضه فالغراط السورية على مواقع النصرى في الجرود مستمرة منذ اسبوعين ثالث المعطيات هو وجود تبادل دبلوماسي بين لبنان وسوريا واستعدادات دول كفرنسا والمانيا لإعادة علاقاتها مع دمشق يبقى للتاريخ القريب ان يعاود اثبات ضرورة التنسيق لتحرير الحدود بين البلدين ما بقي هو القليل مقارنة بما حررته المقاومة اللبنانية والجيش السوري عندما نسق فيما بينهما على طول الحدود من تلكلخ والزارة والحصن والقصير ويبرود وكل الحدود الحدود التي تتلاشى عندما يكون العدو واحدا وعندما يكون هدف الدول استعادتها ووقف الموت المتسرب منها إلى المدن اللبنانية والسورية ترجمة نانسي قنقر